السلام عليكم ورحمة الله الحلقة الثانية من الطب في الحيوان معنا اليوم ذات الوقه اللطيف والظهر العنيف أو ما يدعى بالقنفذ بطول يصل إلى ثلاثة أقدام وظهر يحتوي على كاتوشة من الأشواك تتعدى ثلاثين ألف شوكة سلاح فتاة يردع أعنف المفترسين وإذا حبيت سلم عليه يا صاحبي سلم عليه ورح يرد عليك السلام بطريقة الخاصة سبحان الله صممت الإبرة بتقنية رهيبة قدا محتار من فين أبدأ نبدأ من القذور قدور الشعرة مثل المصيدة عند الضغط عليها ولو بشي خفيف تتحلل أربطه وتنطلق الإبرة مخترقة قلد الضحية بسهولة قد والعقيب من هذا كله رأس الشوكة أحد من رأس الإبرة بأضعاف يحتوي هذا الرأس على ثمانمائة خطاف عكسي يضمن انغماسها قيدا في الضحية وإذا حاولت تنزعها أوبس مؤلمة يا صاحبي أكيد حسيت بالألم في أكتوبر عام 2012 في كلية الطب جامعة هارفورد قام المهندس البيولوجي جيفري كارب هو مجموعة من الزملاء بعمل الكثير من التقارب العلمية على هذه الأشواك ويقول أن النتائق التي توصل لها الفريق مبشرة جدا حيث أن الأشواك هذه ستساهم في تقديد الكثير من أجهزة طبية لو بعض صنع أجهزة قديدة كيف هذا؟ دعونا نوضحها قليلا الآن الإبرة أو أي سلك معدني من أقل يخرق الجلد يحتاج إلى قوة ضغط فقوة الضغط التي تستهلكها هذه الريشة أو الشوكة هي نصف قوة ضغط الإبرة العادية ويعود السبب لتصميمها الاحترافي والنتوءات التي تساعدها على الاختراق بسهولة وهذا قد يساهم في صنع إبار مستقبلية تقلل مستوى الألم أثناء الوغز للمريض ثانيا في قسم العمليات عادة ما يستخدم الأطباء والقراحين الدبابيس المعدنية من أجل إقلاق الشقوق القراحية وهذه تتطلب إلى ثني بالداخل من أقل أن تكون محكمة على القرح وهذه الدبابيس قد تؤدي إلى التهاب القرح وربما تضاعفت العدوى البكتيرية وهنا تأتي فكرة استبدار رؤوس الدبابيس هذه برؤوس شوكة القنفض لماذا؟ لأنها سهلة الإختراق قليلة الألم أكثر ثباتا تتحلل مع الجلد ولا تترك أثارا انتهى موضوعنا اليوم وإن شاء الله بالحلقة القادمة إذا حينا من الموت طبعا بيكون معنا حيوانات مصاصة دماء تستخدم في الطب السلام عليكم ورحمة الله